مرحبا ورحمة الله فيديو جديد بعد كم نديد سلسلة مشتريات لندن بعتزر على صوتي هلا انتو اخدين علي وانا اخدي علي يكون فعادي جدا الصوت على تغيير الجو بظل يعان بتغير الجو علي هيدا الفيديو بما انني الفيديو اللي فات كان دراك ستور هلا راح يصير راح نطلع طلعه سعروخية مش بس هاي اند ات ايز لاكشوري مش اه لاكشوري براند لانه تو براند يلي كنت عم دور علي هون بلندن ويلي هني اول واحدة بات ميجراث لابز براند كتير مشهورة The mother وتاني واحدة يلي هي نتاشا دينونا اتنين موجودين بس الفريجز من احلى السنترز لما كنت عم دور على الستاند تبع نتاشا دينونا كنت مرأة من حد الكورنر تبع انستازيا بيفيرلي هيلز فسألت واحدة من الصبايا قلت لي هناك داريز السمول كورنر انا ضحكت كان بدي إلا بيناتنا كان بدي إلا على شو نافشة ريشك يعني على زين دك البالت العجيبة ديال السرقلت شاك وسكتت انو عم تقلينو في كورنر كتير المهم نحن نبدأ بالنتاشا دينونا أخدت واللي جبت السنرايز بالت هي مش ميني بالت أساتش بس البنز أسرق شوي السنرايز في مقابلها كانت تفرجي تكون إياها لما أعملت الفلوغ من جوة شكلها مثل السفاري يعني هاي بلاستيك مثل شو كمان تصور بس السفاري لي بلاستيك منتشعو إذا بيبا بالت نفس الشي من جوة فيها خمستاش الأي شادوز سبعة مات وثمانية شمري على غولد على برونز أصفر خلونا نرمو شوية سواتشز مع أني بيستحرم نزل إيدي فيهون نفس الخامة تبعد الكامل بالت طلعوا حلوين جدا نعمل سواتشز للشيمرز هيدول هني أنا عم شوف بالمونيتر هيدا دول كروم هيدا برونز عاطي على براونيش شوي وهيدا ورم جولد بعض الوقت 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 من الصغيرة ومن كبيرة ومن جاي بالنص للصبايلة عم بتدور على شي جوته كتير منيحة بس ما بدها تدفع مصاري زيادة على الباليتات الكبار أعتقد أن هذا هو جيد طبعا أنا هون ما عم بعطي هني بس المشتريات بعدين لما رح نجربها كلياتنا سوا ثم رح نطلع بالكونكلوجين هني بس شغلتين اللي جيبت هون رأمها بالتن هي كانت مكتوبة بشي متراح بالتن نزلت ولا نزلت نتاشا دينونا هيدو البالتات السراق اللي في هون خمسة أي شادوز بعد الكامل بالت هيديك واو واو ان واو واو ان واو بعد ما نجحت نزلت الكوامبري بالتن بعد هيك نزلت عاشر بالتات سراق شكلها هيك هون في القولد فيه على كوامبري على مارون ولا على بوردو هيدا عاطي على بيربول اي تنك شمري ديئة ماجنيفسنت بس يعني على اللمس الخامي تبعهن واو هيدا كمان دول كروم اخر واحد اللي شيئا ما عاطي على بيربول خلونا نعمل سواتش لهيدا بيربول 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 هيدول الالواد الاكبار تبعهن تبعهن كلون حلوين كلون بالنسبة للأسعار غح يطلعوا بالإنجليش باونزو كالعادي بآخر الفيديو غح أعطيكم الاكسشينج ريتز فيكن انتو تعملوا الكالكوليشن بيربول بيربول نتاشا دينونا منك خيصة بس لسبب جودة المنتاجات بحكي كأي شادوز مش كغير شيء لا يعلى عليها الصبايا اللي عم بتدبر على شغلي طوب نوتش على ميكاب واو البلندابيليتي البلندابيليتي بطلها طول النهار بصراحة كل الوانز يلي عندي بالنسبة لي دي او نمبر وان البلند التاني بات مايغراث ده ماثر هيدول هني الغراد طلعوا كيف باكاجين مش باكاجين بس كيف بيعهم لو تغليف بري اتراكتيف بري بري اتراكتيف بايت هاس تبيع الاسعاق السعر وخيه لازم يكونوا هيك هيده البرند بتمباع اونلاين شو معنطوا اونلاين دايما بقول مثلا انا اشتريت شغلي اونلاين معنطوا ان بفوت على الويب سايت بنزل الوردر اي باي باي كريت كارد انتن بيبعثوه لهون سواء بدبي اذا موجودين بدبي ولا بالامارات او باكات الامارات موجودة بصور الويب سايت اسمه www.patmcgrath.com بيبعثو بيوصلو لدبي كان بدي نزل الوردر هناك بس ارت لا بدي لما اروح على لندن اروح على الكاونتر وشوف بعينيه وجارب بايدايه انتن عندي حرية الشراء والاختيار اكتر هاي دي البرند ازاي سايت وليش قلت المادر لانو ما عقوفة بالاي شادوز تبعها خصوصاً المادرشيب طلعو ملا المادرشيب بعض البرندات الغالية مثل الامار و السيسيلي و الابخيري عندهن المينيموم وهيدا المينيموم وهيدا المينيموم قلت انو بات ماغراث لابز مشهورة بالماغرشيب على فكرة يا صبايا لما بقول معلومة تكون غلط انا ما عم بحرف بالقرآن يعني هيدا ما بيعطي لحدا يطلع يا كزابي يا فالا يا تاكا كل فيديو بدي قولها ولكن هلأ تذكرتو بدي قولها بتشكر كل الصبايا يلي وقفوني و ايجوا سلموا علي سواء هون بالامارات دائما بدبي بالمولات بكون من غير ميك اوب و عم برقد شمالا و يمينا سواء بكتير صبايا وقفوني بالمطار لما كنت مسافرة على لندن لما كنت نازلة سافرة على مصر على المغرب على بيروت على غير مطارح كل ما بيوقفني حدا ومثال الوقت 99% من الوقت بكون من غير ميك اوب بدني واعية من النوم It makes me feel really happy البوسات و الغبرات و they become very emotional حتى في صبي تشتغل بالاماراتية بالاماراتية كانت تشغالة بالفرست ولا بالبزنس تشتغل فبتشكر كل البنات اللي بيجوا بيسلموا و بلش انا اضحك انو دائما عم بكتو ولا طالع بالبيجاما ولا ولا شكرا جدا من الغبراتي بنرجى الى الاشادو بالفتاح في عندهم بتصور شيء اربعة اربعة اكبر اربعة او خمسة و في عندها الصغار و في عندها الانديفيدولز فانا قلت جيب الكبيري احد التقديب النص ساحة انا عم حاول اختار اي وحدي في هون تيجي بكتاب مش كتاب ورقة فيها كل الاسماء و الاسماء تبع الاشادوز هذا هو الكافر لا تخبرني انو ساك فيها شيء ارجوك انه مجموعة و مجموعة و مجموعة و مجموعة يعني الاحساس لم تنكسك البنز و الاسادوز هيدا هو الشكل هون فيها ثلاثة مات هاي هاي كلهم براونز وهيدا شوي براون على براون و البقيش اول شي اكا حت له عيني هو هيدا الاختار اتا دول كروم بتصور نفس الشي هيدا شوي خشنين هيدا الورنج هيدا الورنج انعم من الباقية هيدول كل الالوان نعمو السواتش بالايدة التانية دي اللي تلبيت شونكي اللي تلبيت مش معقولين فقح يبينوا معانا لما نجربها للبالت فقح يبينوا معانا لما نجربها للبالت وقح اقوخ على الشغل اليوم والغليتس عاي فقيم بارك الشغلة التانية هو الليبستيك نفس التعليب ولا العلبة تبع الاي شادو بالت بينفتحيك تشعر لأنه هيدا هو الليبستيك عنده بتصوّعك شي نوعين ولا ثلاث انواع انا حقست انه جيب شي ليبستيك مش لون غلاستين ما بدي اي منتج اي نشف ليش فيه في اكتر منون ناش فين هون في التم الشهير ولا هيدا هو اللون تبعو هلونا نعمل كمانا سواج اللون اعنو انه جميل وإنما لازم يكون هاد لازم يكون هاد تبعو اختاقت هيدا اللون لأنه زائد يونيفرسل لكل اللوكات رقم تبعو وبالعادي فيه رقم اسمو ورقمو واحد صفر ثماني يعرى بيكون هو هيدا رقم وما عم بفتي انا من جنابي وفي حد دولة تحت الف وتسعمية خمسة وتسعين تبعو تبعو هن منتجات بحدها ملازلة هون بالأسواق واليوتيوب طبعا الأجنبي محروق فيه هون كل الناس عم بتجارب هون أنا قلت اجيب هون اشتري هون جارب هون لانو بدي اعرف اذا كل الناس اجتمعوا لانو اغلبية هون اجتمعوا على نفس رأي دقاوة طبعا اجتمعوا كمان على اسط سعر يلي هني الفونديشن والبرايمر والباودر اجل بيت عن الكلاسيك تبعو لون سابين اللي هناك ساعدتني ان نلاقي أرأم ولا اللون المناسب اخدت لايت ميديم 14 العلبة بلاك العلبة كتير حلوة كتير بتنفتح بهايدي الطريقة ثم هيدا هو هيدا هي الفونديشن فروستد بلاك الساعة خلونا نشوف ساعة قدي 1.18 اونسيز يعني زي دابل السندق بصفة 18 اونس وفيها بومب هيدا هي اللي بقدر قلقون هلا ازاي ساد من شوي اغلبية اليوتيوبرز قالوا انه واو فونديشن بيجنن فونديشن مختلف وفونديشن مافي متلو جاي من غير كوكب بدنا نجربو كلياتنا لنقدر نحكم اذا كل هيدا صح ولا كلو بضحك عدون الناكس ون يلي هو نفس القصة والحكاية واقع واقع المترجم لانه سابق تنزلوا كلياتهن مع بعض لي حسن نكتياك حفيف اي تردت انه الانينة قاعدة تكون تقيلة مثلها متل تبع الفونديشن هذا يبدو ويبدو مالحظة بلشنا بلشتي يا سومة هذا يبدو مالحظة مش مالحظة لا يبدو مالحظة ويبدو مالحظة لأن نطلع على هيدا السعر الصاروخ الفلكي كأنو شارين العلبة وملزقين فيها السكرة which is very disappointing very 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 disappointing معلش على هيدا السعر البرعيمر بدو يطلعني مالكة الجمال وبدو يطلعني سنو وايت بدو يدوّرلي على عريس الغفلة ليس هذا حقاً ليس هذا المهم راح نشوف نشوف 30 ml 1 فلويد آونس يعني standard ثلاثة ثلاثة من قبل ثلاثة ونقلت أنه فلاكي وصاعك وخي لدي مالحظة مالحظة آخر منتج لا أردت لديت لقصة لفتحه وهي الكثير من الكثير من الكثير من من الواحد لم أعرف 8 جميع جميع 2 مالحظة 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 المالحظة ثلاثة لا يوجد بلاستيك مالحظة مالحظة او المنتجات رخيصة احسن. بدي بشركون هيدا المنبار. السعر منه معيار او مقياس للجودة نهائي. البتة. ليش انا عم بشتري كتير ميك اوب من غير انه ام ميك اوب جونكي. انا عم بشتري ميك اوب لجربه فو the sake of the channel للقناة لانه القناة لريفيوهات مش القناة لنتعلم كبوشي ما انه لنتعلم صنع الصابون والكريمات الى اخرية. بس عم بشتري الميك اوب لجربه لعمل عليه ريفيوز. في ميك اوب بيكون نازل ترندي بالاسواق. بتضربوا عليه ريفيوهات. فيه ريفيوهات بتقول منيح. فيه ريفيوهات بتقول المعاطل. انا عم بعمل كمان ريفيو. وبحطي رأييي الشخصي. الناس اللي عندها نفس زوئي يمكن رح يكون ولا رح تتشارك معي رأييي. وفي ناس مختلفة من وجهة النظر ولا من وجهة ولا من ناحية الزوء. وهذا كمان بيعطي يكون خلفية على المواضيع. الميك اوب الغالي مش بالضرورة يكون منيح ابدا. والميك اوب الخيس مش بالضرورة يكون سيئ. انا عم دور على شي بيعجبني. مثلا ناتاشا دينونة هيدي زوء شخصي. انا بحب الاي شادو سابعها. لما جربت فور انستنس. فور انستنس. انا كان بدي اشتري الكونتور باليتس الكريمي. ما عجبتني بالمرة فما اشتريتها. مني مضطقة انو اشتري شي غالي ومش عاجبني وانا مجربة. فور انستنس في اه فونديشن. كتير ناس بيقولوا منيحة وحلوة. وانا حكيت عليها بالقناة. وقلت ما رح اشتري هاليما جربتها. بالسفورة مثلا الفينتي. فونديشن القديم مش الجديد. جربته ما عجبني بالمرة. مثله مثل الفونديشن تبع هودا بيوتي. انا بالنسبة للي سيئين جدا. واي بي اكس دو بطريقة مع اشتري. ف twist الفينته بيوتي. هل هذا يعني اني البراند كلياتها باشيحة اه لني دففينيتلي نوت. بعشق 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 الميني باليتس. كتير بحبهم اي كتير مش شوي يعني الدليل عندي منن اربعة سبز ناسو يخطرها انو اشتري هون ازا ما عاجبوني نفس الشي الفينتي بيوتي. فيم عندي عندي تقريبا شي ثلاثة لبستينز في الستونة في عندي الهايلايتر واحد ولا اثناء واحد اللي اراك من البعيد اللمي حيث كرأة شدا السنوب تصور ما باعرف حتى شو اسمو عندي دول هايلايتر اللي كمان مش بس هايلايتر بيتنزلوا كاي شادوز يعني كتير غراد البراند مش بالضروري نحب كل شي من عندها ولا نكره كل شي من عندها ابدا ونهائي هل لا يصر لما رح اعمل ريفيو لما رح يجاربون رح يجاربون تنيناتنا يعني تنيناتنا انا وانتم وهيدول هني يا رب يكون عجبكم الفيديو بعدنا بالمشتريات تبع لندن بالفيديوهات الجاية يلي مش عجبينو شي بيرجعلو نحنا مع بدينا يلي بيعجبنا المشتريات واذا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة وبشوفكم فيديو جديد اشتركوا في القناة و بي شدي得 سے فأف بأي بأي ك returns عليك المشتركوا في القناة